إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعده كثير بيسأل من المسلمين ومن النصارى يقولون ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني إيه صلى الله عليه وسلم؟ ويعني إحنا بنصلي على النبي أول شيء الصلاة على النبي في الأصل الصلاة في اللغة هي الدعاء الأصل إن الصلاة هي الدعاء والصلاة هي الصلة بين العبد وربي دي النقطة طب ما معنى صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم صلاة الله على نبيه أكثر أهل العلم إن صلاة الله سبحانه على نبيه أي الرحمة أي الرحمة مستدلين بذلك بقول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم يعني مش بس الله سبحانه بيصلي على النبي بس لا ده بيصلي علينا أيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليه يصلي عليكم ركز ليخرجكم من الظلمات إلى النور يبقى صلاة الله عز وجل علينا لإخراجنا من الظلمات إلى النور تبقى إيه؟ تبقى رحمة وده من تفسير القرآن بالقرآن يبقى صلاة الله علينا وصلاة الله على نبيه بقول جمهور أهل العلم هي الرحمة في قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور دي صلاة الله سبحانه البعض ممكن يقولك لا الصلاة اللي هي ركوع سجود وا وا نقوله حلم من أين جئت أصلا بأن الصلاة ركوع سجود أليس من الشرع؟ يعني أليس من الشرع؟ يعني ألم يأتي التشريع من الله سبحانه بذلك ففهمت أن الصلاة ركوع سجود؟ هيقول لي آه هقول له وجاء في القرآن الصلاة بمعنى الرحمة الإخراج من الظلمات إلى النور في قول الله هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور نحن في عندنا حتى النصارى المعترضين للأسف هؤلاء لا يعلمون دينهم النصارى بيقولوا للقس صليلي يابونا خد بالك ما بيقولوش صلي علي لأن صلي علي يعني ندعو لي يعني استغفر لي لا ده بيقولوا صليلي إحنا ما بنقولش الله أن الله بيصلي لمحمد ما بنقولش كده إحنا بنقول إن الله سبحانه يصلي على محمد أن يرحم محمد ويثني على محمد صلى الله عليه وسلم لذلك إحنا ما بنختصش النبي كمان على الصلاة والسلام بالصلاة لا بل كل أنبياء الله عز وجل نصلي عليه لذلك حتى الله سبحانه لم يجعل الصلاة على الأنبياء بس يا صاحب السؤال معايا صاحب السؤال اللي بيسأل ما معنى الصلاة على النبي الله سبحانه لم يخص الأنبياء فقط حتى بالصلاة يعني إيه يعني المعذرة مش لم يخص اللي في الإسلام مش بس الأنبياء اللي بيصلى عليهم أما المين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على آل أبي أوفة عندما أخذ منهم الصدقات الله سبحانه أمر النبي يصلي على المؤمنين فيقول إيه وصل عليهم إن صلاتك سكن له صلى عليهم يعني عبدهم إزاي والله سبحانه يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله مش يعبدوا البشر تمام أن يعبدوا الله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يبقى الصلاة هنا مش معناها العبادة أما الصلاة هنا معناها إيه معناها الرحمة معناها الاستغفار معناها من الله للأنبياء أو لنبيه الثناء والمدح في الملأ الأعلى وذل قال أبو العالية عليها رحمة الله وجماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وكابن المعذرة ابن القيم وأبو العالية وغيره من العلماء قالوا أن الصلاة من الله على الأنبياء ثناؤه عليهم ومدحهم في الملأ الأعلى تمام النقطة الثانية الصلاة من الله على البشر الرحمة وليس العبادة كما يعتقد الجاهلة لا الرحمة أقول لي دليك من القرآن أقول لك من عناية قال الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم يعني يرحمكم يعني يجعل رحمته عليكم يصلي عليكم ليه شوف بقى عشان تعرف المعنى يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور خدت بالك حتى كلمة يصلي على ليس فيها إشكالية على فكرة فيصلي على أن يدعو إلى قولي الدليل ده أنا أقول لك لو الله بيصلي على النبي خلاص لو الله بيصلي على النبي لا إشكالة فيها يعني إيه قلنا يعني يثني عليهم النصارى والمسلمين لما بيكون في عندهم جنازة بيقولوا إحنا بنصلي على إيه بنصلي على الجنازة في حد في الدنيا قال إيه ده أنتو بتعبدوا الجنازة في عقل يقولها استحيل يبقى الصلاة هنا على الجنازة أي الدعاء للجنازة الصلاة على الميت هنا أي الدعاء للميت الدعاء للجنازة فصلى الله على النبي محمد أي أثنى الله عليه ومدحه عنده في نقطة تانية يجي أقول للنصراني مثلا وانا إيه اللي هتستفيده وانت إيه اللي هتستفيده من الصلاة على النبي أقول لك هذا إقرار منك وإقرار مني وإيمانا بتصديقي هذا النبي فيكتب لي به الأجر كما أنت يا نصراني عندك بتقول مجد سيدك على فكرة عند النصارى كلمة مجد سيدك مقابلة لصلي على النبي لماذا تقول يا نصراني مجد سيدك بيقوم أقول لي هذا نوع من الإقرار على إني بمجد هذا الإله أو أقول له نفس النظام عندنا نوع من الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ورسالته فله الأجر أو المعذرة فلنا في هذا الأجر زي ما احنا بنقرأ القرآن بيكون لنا أجر وإيماننا بهذا القرآن بيكون لنا أجر أنت أيضا عندك بعض الأشياء فليس لك الحق أن تعترض في هذا يا نصران تمام يبقى قلنا أولا أن الله سبحانه يصلي على النبي أن يثني ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم قاله الإيمان أبو العالية تجدونه في صحيح البخاري وقاله ابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين علي رحمة الله طبعا أكثر أهل العلم أن الصلاة من الله هي الرحمة ومن الملائكة لاستغفار ومن الآدميين الدعاء من الآدميين الدعاء في قول الله عز وجل خذ من أموالهم صادقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صلي عليهم استغفر لهم بيّن هذا الحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اللهم صل على آل أبي أوفا تمام هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة أيضا لها صلاة صلاة الملائكة هي استغفار الملائكة للمؤمنين في قول الله عز وجل ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا تمام يفعندنا استغفار الله للأنبياء ثناؤه ومتحهم في الملائكة الأعلى ثناؤه عليهم ومتحهم في الملائكة الأعلى بل إن الله سبحانه أيضا يا جماعة الخير الله سبحانه يصلي علينا بأن يمدحنا في الملائكة الأعلى دليلي كلكوا طبعا عارفين الحديث إن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وغشياتهم الرحمة وذكرهم الله وفي من عندي الذكر ده في حد ذاته نوع من أنواع الثناء والمتح الذكر ده في حد ذاته نوع من أنواع الثناء والمتح الحديث الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة لحظة مسألة إن إحنا كمسلمين إحنا المسلمين لما بنتكلم في أي مسألة بنتكلم قال الله قال رسول الله لازم يبقى فيه دليل بعكس النصارى النصارى لا يذكرون دليل وإن ذكروا دليل في الكتاب يبقى ملوش أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه واضح فإحنا أمة أمة الدليل ولله الحمد يتعاقبون فيكم ملائكة ملائكة بالليل وملائكة بالنهار الفجر والعصر فيصعد الذين باتوا فيكم الفجر ويأتي الملائكة ملائكة العصر فيقول الله سبحانه كيف تردتم عبادي فيقول تركناهم يسبحونك ويهللونك يهد تهليل يا جمال هو لا إله إلا الله تسبح سبحان الله الحوق لا حول ولا قوة إلا بالله تمام قال ومما يستعذون أو المعذرة وما يطلبون قال يطلبون الجنة فيقول هل رأوها فيقول لا وربي لم يروها ولو رأوها لكانوا أشد لها طلبة ومما يستعذون يستعذون من النار فهل رأوها فيقول لا يا ربي لم يروها قالها وإن رأوها لا اشتدوا منها استعاذا المقصد في كل ده أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم هذا أيضا نوع من أنواع الثناء والمدح لهؤلاء في الملائل أعلى عند رب العالمين النقطة الثالثة أو الدليل التالي هتلاقوا في حديث مسلم حديث أبي هرية صح مسلم في سورة الفاتحة بل إن الثناء والمتحدة تخيلوا بيحصل لكل مسلم مصلي اللهم اجعلنا دوما من المصليين لك يا رب العالمين حديث اللي في مسلم بيقول إيه فإذا قال العبد في الفاتح الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الكلام ده بيقوله فين هذا الكلام يقوله رب العزة في المال الأعلى ثناء من الله ومدح لك يا مصلي يا قارئ الفاتح حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي هذا لعبدي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل خلاص فقلنا كده إن الصلاة من الله على أنبيائه ثناءه ومدحهم في الملأ الأعلى الصلاة من الله على البشر رحمته بهم في قول الله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك الصلاة من الله الصلاة من الملائكة على المؤمنين استغفارهم له في قول الله عز وجل ويستغفرون للذين أمنوا وقلنا إن النصارى أيضا عندهم بيقولوا صلي لي أبونا ومش معناها أعبدني يابونا مش معناها أعبدني يابونا فالصلاة لا تأتي مرة واحدة على السجود والركوع لا الصلاة تأتي بمعنى الصلة الصلاة تأتي بمعنى الدعاء الصلاة تأتي بمعنى الرحمة الصلاة تأتي بمعنى الاستغفار الصلاة تأتي بمعاني كثيرة وليس بالسجود والركوع فالسجود والركوع اللي قيدوا الشرع فعشان نرجع لصلاة الله على أنبيائه لابد أن نقيد أيضا بالشرع هذا الله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم إن شاء الله يكون صاحب السؤال خذ الإجابة لا تنسونا من صالح دعائكم غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته